موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي المادة النشاط العلمي الدروس المخصصة الوحدة الخامسة دورة الحياة عند النباتات عنوان هذا الدرس كيف يتم انتقال صفات الآباء إلى الذريته موسيقى 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 الهدف الثالث موسيقى اعتدام الـ الفقى موسيقى 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 سنتعرف في هذا الزرس كيفية انتقال صفات من نباتي الأم إلى ذريته انطلق يرغب مزارع في الحصول على عدة أشجار من التين لها نفس صفات شجرة تين في بستان مجاور تتميز ثمار هذه الشجرة بلونها القرمزي وحجمها الكبير ومذاقها الحلوي إذن هذا مزارع كان مارا من بستان مجاور فأعجبته شجرة تين هذه الشجرة التين بمارها تتميز بلونها القرمزي أو البنفسجي وحجمها الكبير ومذاقها الحلوي إذن هذا المزارع يريد أن يحصل على أشجار يغرسها في حقله مثل الأشجار أو شجرة التين التي توجد في بستان مجاور أتساءل كيف يمكن الحصول على نباتات بنفس صفات النبات الأم أو بصيغة أخرى كيف يمكن للمزارع أن يحصل على عدة أشجار تين لها نفس صفات شجرة التين في البستان المجاور أفترض ربما غرس أجزاء من نبات الأم ينمو ويعطي نباتات بنفس الصفات أي ربما يمكنه أن يقتلع غصنا من هذه الشجرة ويقوم بغرسها في حديقته أو في بستانه فسوف يتحصل على شجرة تين مثلها شجرة التين الموجودة في البستان المجاور أستشير خبيرا زراعيا لأتعرف كيفية الحصول بتقنية الافتسال على نباتات جديدة بصفات تشبه النباتة إذن في هذا الدرس سنتعرف على الافتسال ما هو الافتسال إذن لنلاحظ جيدا ترجمة نانسي قنقر أختبر أقطع أجزاء من سيقان نباتية غرنوق أو ورد تحتوي على برائمة يسمى كل جزء فسيلة أضع الفسائل في الماء حتى تنمو الجذور أغرس كل فسيلة في تربة أصيس وأسقيها فماذا سنفعل؟ سنأخذ من النبات الأمي نأخذ منه سيقانا هذه السيقان تحتوي على برائمة وتسمى هذا الجزء من النبات الأم بالفسيلة دا نضعه في الماء حتى تنمو جذوره وعندما تنمو قليل جذوره نغرسه في تربة ونقوم بسقيها ألاحظ النتيجة النباتات المحصل عليها لها بنفس أزهار النبات أستنتج بفضلي ستكاثر النبات وعلى نفس النبات أتمم الجملة بما يناسب لحل مشكلة المزارع المزارع نباتية من شجرة التين ويضعها فيه حتى تنمو الجذور يغرس الفسائل في التربة ليحصل فيما بعد على أشجار تين بنفس شجرة التين النباتات المحصل عليها لها أزهار بنفس شكل أزهار النبات الأمة إذن عندما تبعنا طريقة الافتسال حصلنا على نبات شكل أزهاره ولونها يشبه تماما أزهار النبات الأمة إذن ماذا يمكن الاستنتاجه؟ بفضل الافتسال أي هذه الطريقة التي اتبعناها تكاثر النبات وحصلنا على نفس صفات النبات الأمة إذن أتمم الجملة بما يناسب لحل مشكلة المزارع إذن يقطع المزارع أجزاء نباتية من شجرة التين ويضعها في الماء حتى تنمو الجذور يغرس الفسائل في التربة ليحصل فيما بعد على أشجار تين بنفس صفات شجرة التين الأمة إذن كمحل للمزارع الذي يريد أن يحصل على أشجار تين كالتي توجد في البستان المجاور أن يقوم بقطع أجزاء من هذا النبات ويضعها في الماء حتى تنمو الجذور ويغرس هذه الفسائل في التربة أو في تربة حقله هذه الفسائل ستصير شجرة تين تحمل نفس صفات شجرة التين الأمة التي في البستان المجاور إذن سيتبع طريقة الافتسال أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب نفسه خاصة افتسال النباتات يتميز كل نوع منه بصفات به يعطي النبات دون زرع بذوره نباتات لها صفات النبات الأمة يتميز كل نوع من النباتات بصفات خاصة به يعطي افتسال النبات دون زرع بذوره نباتات لها نفس صفات النبات الأمة يتميز كل نوع من النباتات بصفات خاصة به إذن كل نبات له صفات خاصة به مثلا عدد أوراق البتلات ولون الأزهار إذن كل نبات له صفات خاصة به يعطي افتسال النبات دون زرع بذوره نباتا لها نفس صفات النبات الأمة دون طريقة الافتسال تعطينا نباتا يشبه أو له نفس صفات النبات الأمة أرنيموا جميعي صفاتن كاركتر صفاتن كاركتر افتسالن بوطيراج فسيلتن بوطير فسيلتن بوطير افتسالن بوطير أستفمير 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 قامو بي قطعي و غارسي وان مرسو ده تيج ده روزيه قامو بي قطعي و غارسي قطع تين من ساقي نباتي الواردي وان سويفه لزيطة ده 1 آ 4 وقامو بي تيبه المراحل من واحد إلى أربع بعد جهرين إسابدين ده روز حسلو على ورودين قي رسمبل أسالد روزي حسلو على ورودين تيشبيه الوارو دالتي قطعو منها الساقة جونتوغ لابان ربانس إطانس أوحييتو الجواب السحيح Cette technique s'appelle هذه التقنية تسمى برجان من التبرعون انبوتيغاج الافتسال. Cette technique s'appelle انبوتيغاج. هذه التقنية التي اعتمدها هؤلاء الأطفال تسمى بالافتسال انبوتيغاج. فهذا يدعمنا كثيرا.